ينضم إلينا من برلين مراسل الغد يمان شواف يمان إذن تحذيرات من قبل الأمم المتحدة وحتى أمريكا عن موضوع أزمة الغذاء أنتونيو جوتيريش ما فحوى التصريحات التي تحدث عنها؟ نعم طبعا مؤتمر الأمن الغذائي اليوم في ألمانيا والذي كان بدعوة من وزارة الخارجية الألمانية وكذلك وزارة الزراعة ركز في الدرجة الأولى عن مخاطر استخدام الجوع كسلاح وهذا ما تحدثت عنه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك والتي قالت أن روسيا تستخدم الجوع كسلاح للضغط على العالم وقالت أن روسيا بهذا السلوك هي تأخذ العالم كرهينة وهذا الأمر يعود كما تحدثت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك إلى العمليات العسكرية في أوكرانيا ومنع روسيا لتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية أيضا وزيرة الخارجية كانت تحدثت أن أزمة الجوع هي تمتد ليس فقط فاقم هذه الأزمة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ولكن هذه الأزمة أيضا واجهت تمتد إلى تداعيات أزمة كورونا خلال الإغلاقات التي امتدت في عام 2020 و2021 هذه الأزمة التي ازدادت وتفاقمت وبدأ العالم يضق نقوس الخطر وهذه الرسالة التي يود المؤتمر اليوم حملها أو يود إيصالها وهي أن روسيا تحاول استخدام كما تحدثت الخارجية الألمانية أن روسيا تحاول استخدام الجوع كسلاح للضغط على العالم لذلك هي تدعو إلى ضرورة أن لا يكون الجوع أو أزمة الغذاء أو الأمن الغذائي العالمي كسلاح بيد أحد إنما يجب أن ينأى الجميع بهذا الأمر عن المعارك أو الخلافات السياسية أو الصراعات بين الدول لذلك هذه التدعيات التي أيضا حذر منها من عام الأمم المتحدة أنطونيو جوترس والذي طبعا كان حاضرا اليوم في هذه الاجتماعات إذن تحاول برلين من خلال هذا الاجتماع اليوم أن يكون هناك ربما خطة واضحة لأن ينأل جميع بالأمن الغذائي عن الصراعات لكن حتى اللحظة يبقى كما يقول هنا متابعون لهذا المؤتمر يبقى هذا البيان الختامي هو مجرد بيان هل ستلتزم روسيا بهذا الأمر روسيا غير معنية طبعا وفقا لمتابعين روسيا غير معنية بما سيصدر عن هذا البيان ولكن المشاركة الدولية الواسعة ربما هنا أيضا كان هناك رسالة واضحة إلى أن العالم والجميع جميع من شارك في هذا المؤتمر هو يتشارك مع برلين هذا الموقف بضرورة الحفاظ على الأمن الغذائي وأن لا يستخدم أحد الجوع كسلاح ضد أي معركة